أنا حبيت بس أن نحن نجيب تقرير للبنك الدولي طلع في 2014 قال إن خسائر مصر فقط في القاهرة الكبرى سنوياً في 2014 نتيجة للإزدحام المروري 8 مليار دولار وتوقع إن مع استمرار نفس الظروف ستصل هذه الخسائر في 2030 إلى 18 مليار دولار هذا ستكون خسائر مصر نتيجة لإستمرار الوضع الكارثي للزحام المروري الذي كان موجود فقط في القاهرة الكبرى أنا لا أتكلم عن بقية مدن مصر وبالتالي كان من هنا كان ضرورة أن نتدخل لأن معنى أننا كل سنة بفقد 8 مليار نحسبها ببساطة شديدة حتى لو وصلنا إلى 18 أنا أتكلم عن من هنا لغاية 20-30 نتكلم عن 80 مليار دولار أنا لا أتكلم عن 18 التي تزيد كل سنة نتكلم عن 800 مليار دولار فقط كانت ستكون خسائر مصر بسبب الإزدحام المروري دعني أعيد دراسة التي قامت بها الجايكا في 2009 والتي قالت أن مصر أو القاهرة ستتحول إلى جراش كبير عام 2020 إذا لم يكن هناك منظومة لإنشاء شبكة محاور وطرق تخدم القاهرة الكبرى نحن أنشأنا شبكة ليس فقط للقاهرة الكبرى نحن أنشأنا 7000 كيلو طرق وننشأها وننخلصها بالإضافة لرفع كفاءة هو ليس رفع كفاءة هو إنشاء من جديد لعشر تلاف كيلو أخرى نتكلم عن مجمل 17 ألف كيلو لدولة هذا هو كان الشكل 2015 و22 محور المنيب بعد افتتاحه ونستطيع أن نتخيل مع تضاعف عدد السيارات وحجم الحركة ولكن أصبحت السيولة المرارية التي أعتقد كلنا بنلمسها اليوم في الطريق الدائري ونريد أن أقف هنا شيء مهم جدا ويمكن أن أتكلم عنها بعد ذلك أنه صعب جدا على أي دولة وأكثر كلفة وأكثر جهدا أنها تصلح شيء أنا أسف في اللفظ خربانة الأسهل بكثير والأسرع والأقل كلفة أن ننشئ شيء جديد وبالتالي تحدي أن نستطيع أن نوسع طريق في وسط كتلة سكانية وسط مساكن كلها عشوائيات وغير مخططة كان تحدي خيالي وإضطرنا أن ندفع مليارات لتعويض الأهالي لمجرد أن نصلح هذه المشكلة التي كلفتها علينا 8 مليار دولار سنويا لا نستطيع في القاهرة نعمل في كل مصر كل حطة في مصر تعمل فيها محاور طرق نحن نبني بلد وليس فقط طرق نتكلم عن وسائل النقل الجماعي نحن على مشارف الكوب 27 أو الكوب مؤتمر المناخ وكل العالم يقول التوجه لوسائل النقل العامة الخضراء والحديثة وبالتالي مصر ليس أقل من أي دولة نستثمر حجم كبير جداً في إنشاء شبكة حضرية تخدمنا لثلاثين سنة قدام مرة أخرى لا نتكلم عن مسكنات يجب أن نحل للأجيال المستقبلية كان شكل مؤشرات مصر وترتبها ضمن الدول في موضوع البنية الأساسية وشبكة الطرق سأقف بغاية 2014 حضرتكم في اللون الزرق كان ترتبنا في البنية التحتية كنا 125 هذا ترتبنا وفي الطرق كنا 118 النهاردة نحن 52 في البنية التحتية و28 في شبكة الطرق هذا كلام مهم جداً لكي نعرف حجم الجهد الذي تعمل لكي نستطيع مرة أخرى نضع مصر في مصاف الدول التي نستاهم نبقى ما بينها وما زال الطريق مهم